السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. النهاردة انا جايبا لكم تفرزات البطاطس. البطاطس المحمرة دي يا جماعة اه مش بتبقى طول السنة. البطاطس دي اللي هي بتبقى للالية بس. يعني للتحمير بس. اه انا اهو ده خمسة كيلو بطاطس انا فرستهم لرمضان. وان شاء الله هشتري تاني. اه دي البطاطس دي اللي هي العلامة اللي فيها علامة حمراء. دي هي دي بتاعة القلية. دي بتبقى كاملة جدا. اه هتقشريها لو اختلف التقشير عادي خالص. والمهم ان انت تقشريها. سواء بالمقشرة. اه اللي هي القشرة بتاعت البطاطس او بالسكينة. فالسكينة بتاعتي اه يعني انا بالنسبة لي بحبز السكينة اكتر علشان بتنجز معي. وعشان الكمية برضو كبيرة. هبدأ ان انا اقشر البطاطس اه اقشرها كلها كل الكمية اللي معي. وبعد كده هخسلها. لكن البطاطس يا جماعة ما تتغسلش الاول. لا اقشريها الاول وبعد كده اخسليها. آآ البطاطس دي يا جماعة. بتبقى عندنا وجبة اساسية في الصحور. فلازم ان انا اعمل كميات منها وفرزها. البطاطس اللي في ايدي دي ما تنفعش ان هي تتفرز. الحاجات دي طبعا هتتسمر. وهقول لكم حاجة كمان يا جماعة. الكمية البطاطس بتاعتك لما تبدأي فيها حاول ان انت تفرزيها بسرعة علشان البطاطس بتاعت القلية بتتغير لونها بسرعة. تمام? انا هو قشرت كل الكمية ومعايا السكينة دي. آآ انا مشتريها بعشرة دي انا جايبها في كهازي. دي جميلة جدا وبتعملي بيها المخلل تعملي بيها البطاطس. آآ جميلة وبتدي شكل كويس ومظهر جميل يعني. هبدأ ان انا اعمل كل الكمية اللي معايا وبعد كده هنشوف هنفرزها ازاي. ممكن يا جماعة عادي لو انت ما عندي كيش السكينة اللي هي المشارشرة دي ممكن تعملها بالسكينة العادية عادي جدا يعني ما فيش اي مشكلة. آآ المهم آآ يعني في طريقة التفريز نفسها. طريقة التفريز نفسها هنحط حلة فيها مية مغلية على البتاجاز. اول ما المية تغلي هنزل بكباية خل فيها هحط فيها كباية خل. آآ الخل ده هيبقى المضة الحفظة معايا. ومعلقة كبيرة ملح. بس ما تكتريش الملح ايوة الملح مضة حفظة برضو. بس ما تكترهوش علشان آآ 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 ومعايا معلقة ملح. بس الخل ده الحاجة الاساسية هو اللي بيحافظ على البطاطس يعني بطريقة افضل آآ بكتير. كل واحد كل شيخ وليه طريقة آآ في كزا طريقة لتفريز البطاطس ممكن انتي بعد ما تحطيها في المية المية السخنة تطلعيها تصفيها وبعد جدا تحطيها في الزيت. تحمريها شوية وتشيليها اللي هي نص تحمير. بس دي بصراحة بتشيل زيت كتير وبتخزن زيت جواها. فطريقة انا ما بحبهاش. بحب الطريقة دي. انا بعملها كل سنة بنفس الطريقة. وبصراحة بتقعد آآ وقت طويل. وفي ناس تانية بتعملها زي ما انا بعملها. زي ما انا فرزتها معاكم. زي ما انا هفرزها معاكم من مية سخنة جدا. فها ملح وفها خل. لمية سقعة. بما ان هنا في الشتاء يعني فانا مش هحط مية في التلاجة. انا هجيب المية من الحنفية على طول وهحطها آآ وهحط البطاطس من المغلية للسقعة على طول. الحاجات المضرورة زي كده دي هتتشال خالص وهتترمي. آآ حاجة كمان آآ بعد كده بعد ما بيحطها في المية السقعة بيطلها ويصفها على مصفة وبعد كده يرسوهم في في صنية ويحطوهم في الفريزر. اول ما هي اول ما هيتلجوا معايا دهنة زيت كده وبعد كده هيبدأوا ان هم يفرزوه. لكن انا بما ان الكمية كبيرة معايا. فانا مش هحطها في الفريزر. الطرقتين دولت حلوين. وطريقة الزيت برضو كويسة لاي حد متعود عليها. اه انا حبيت ان انا اقول لكم كل الطرق علشان بس آآ كل واحد يعمل الطريقة لمريحة. السكينة دي يا جماعة اه جميلة جدا في المخلل زي ما قلتلكم. مخلل الجزر ومخلل اللفت بيدي شكل جميل جدا. اه انا اهو خلصت كل الكمية. ملاحزين يا جماعة ان انا لما سبت وانا بقطع كل الكمية البطاطس بدأت بدأ لونها يغير معايا. اه طبعا انا هنجز بسرعة واحط المية وهبدأ ان انا ادخل في الموضوع. قدر المية المغلية بتاعتي حطيت كباية تخلى او مصو كباية تخلى صغيرة اللي هي الفنجان يا جماعة. وبعد كده حطيت البطاطس بتاعتي. ودي مية ساقعة عادية من الحنافية زي ما احنا قلنا. بما اننا في الشداء. اه لو في الصيف هتحط مية ساقعة تلج يعني. والنهاردة اليوم آآ برد طبعا وجوق فالمية بتبقى ساقعة معي. هبدأ ان انا انزل من مية السخنة لمية الساقعة هعمل له حاجة زي صدمة. دي طريقة سهلة وبسيطة. وحاجة كمان يا جماعة قبل ما انسى البطاطس وانت بتقطعيها. هتقطعيها قطع كبيرة. علشان تستحمل المية المغلية وتستحمل كمان التفريز في الفريزر. وزي ما انتم شفتوا قدامكم ان البطاطس لما بتقعد وقت وقت كبير لو انت معاك كمية هتقشريها. فتبدأ ان انت تفرزي وانت بتقشري برضو. علشان البطاطس ما تصمرش معاك. دي حاجة لازم تكون يعني واخدى بالك منها البطاطس التحمير لانها بتغير بسرعة. انا هو هبدأت ان انا اطلحها في مصفة. علشان تصف المية الزايدة اللي فيها. وبعد كده طبعا بعد ما تصف المية الزايدة اللي فيها. حبة زيت. هرشها عليها. واعمل لها زي كفر البطاطساية كلها. تاخد شكل كفر زيت كده. علشان ما تتلقش مع بعض. وعشان وانا بتطلحهم اه يعني اسويهم وكده وقت ما احتاجهم ما يبقوش مسكين في بعض جامد. انا هعمل بقى المقدار اللي انا عملته زي ما قلت لكم ان انا عملت خمسة كيلو بطاطس. اه طريقتهم اه طريقتهم سهلة يعني ما اه ناخدوش وقت مني كبير يعني زي ما انتم متخيلين. المية طبعا اه شكلها غير من النشا اللي بيبقى في البطاطس. هبدأ بقى ان انا آآ احط الزيت. وبلمسة كده من ايدي آآ ايه اللي هعمل كفر للبطاطس. علشان ابدأ ان انا افرزها. بعد ما هتقشر البطاطس يا جماعة قبل ما انسى لازم تخسليها. بعد ما ما تقشريها لازم تخسليها وتقطعيها على نظيف. ادي الكمية اللي انا فرزتها كلها. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومة. وشكرا جدا جدا عن مشاهدة.